ما زال الحديث موصولا في أحداث غزوة الحديبية بعثت قريش عددا من رسلها للنبي صلى الله عليه وسلم وهدفها من ذلك التأكد من سبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لمكة هل للقتال أم العمرة فأرسلت قريش مكرزا ابن حفص والحلس بن علقمة وعروتا ابن مسعود ثقفي رجع رسل قريش بالخبر أن المسلمين جاءوا لأداء العمرة ولم يجيئوا للقتال ودليل على ذلك أنهم محرمين وساقوا الهدي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي سفيان سيد مكة يخبره أنهم لم يأتوا للقتال وإنما للعمرة فلما وصل عثمان إلى أبي سفيان رحب به وقال له أمكث عندنا حتى نرى رأينا فجلس عثمان عندهم أياما فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم